في محاولة لبناء الاستقرار في العراق والمدن المتضررة من ارهاب داعش عقدت منظمات دولية ومحلية جلسة حوارية تصاروحية بين مختلف شرائح المجتمع من اهالي واكاديميين وبعض ممثلي الحكومة المحلية في الموصلة لاستعراض اهم المخراجات التي تواجه بناء الاستقرار تمهيدا لمؤتمر موسع سيعقد في بغداد هناك مجموعة طاولات محلية ومجموعة الاوراق المنتجة من هذه الطاولات سوف ترحل الى مؤتمر في بغداد عقد في شهر حزيران من هذا العام والهدف انه نحقق شيء ملموس على الارض الجلسة ناقشت سبع مسائل تمثل التحديات الابرز امام استقرار نينوى بعد تحريرها ابرزها العامل الاقتصادي والاجتماعي اضافة الى الاستماع للافكار والرؤى التي تحد من التطرف لضمان عيش سليم لعائلات متعبة من حكم داعش يجب ان يكون هناك دعم لهؤلاء اللي فقدوا محلاتهم وفقدوا ابواب ارزاقهم وبالتالي هناك يجب ان تكون هاي النقطة مهمة كما يمثل تحدي الشرخ المجتمعي بين اهالي الجانبين الايسر والايمن وبروز ظاهرة الفرقة بين الاهالي واقرباء من انتمى الى صفوف داعش خطر لم يحل حتى الان وسط تأكيدات على تدخل حكومية واعلامي وتربوية لخلق بيئة امنة نتيجة عدة عوامل اولى هذه العوامل هي العوامل الاقتصادية وفيما يتعلق بإعادة اعمار البنت التحتية بين الجانبين وشرعة انجاز العملية العسكرية في الجانب الايسر على حساب الجانب الايمن من اثر بشكل كبير على موضوع هذا التمايز من جانبهم اكد اعضاء في مجلس نينة وشاركوا الجلسة ان عدم حل المشاكل ومواطن الخلل الذي تعاني منه المحافظة من قبل الحكومتين المركزية والمحلية سيعيد الوضع الى المربع الاول نحو الارباك وعدم الاستقرار هذه المدة اذا لم تستغل بشكل حقيقي سنعود الى نفس النقطة ان الادوات الحكومية معزولة تماما عن مشاكل الناس وليست اداة حقيقية مثلا تقيم هذه المشاكل وتقول عائلة من الجانب الايمن شاركت في الجلسة ايضا ان حضورها جاء لإيصال صوتهم ومعاناتهم التي لا زالت مستمرة رغم نداءاتهم وانينهم لكن لا مجيب لصرخاتهم على عكس الاسراع باعادة الحياة لأيسر الموصل لأيسر من التحرر خلال ايام على الحياة والكهرباء والماء لأيمن الى حال الان اكملات ما وصلنا لا كهرب ولا ماء لأيمن يعني متضرر فرد ولا متضرر ما أكل لا ماء لا كهرب أكثر المناطق ما وصلها لحد لا ماء ولا كهرباء ورش وجلسات حوارية تعقد من أجل بناء الاستقرار والسلام في مدينة خرجت توان من الحرب ولا زالت آثارها شاخصة عليها من الموصل هيتم أحمد الحرة اشتركوا في القناة